السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله رسول الله علي افضل الصلاة والسلام لايك وشير واشتراك في القناة لو اول مرة بتشرفوني نورتوني وكتبونا كومنت حلو عشان تدعمونا وتشجعونا النهاردة اصحابي ريطين مختلف شوية هنعمل الغداء بان اكتر من 15 يوم بناكل من المطاعم حرفيا معدتنا نشفت من اكل المطاعم صراحة فنهاردة قلت يلا لقيت السخان ده في الستور عندي او زي ما انتم شايفين كده غرفة الغسيل او يدلعوها يعني بالانجليج البانتري فطلعت السخان وقلت نم شوية الحاجات اللي موجودة في الفريزر على التلاجة طبعا انت عارفين المطبخ كله بتكسر والبيت كله الطين ورمل وحاجة يرسل لها يعني المهم لقيت شوية دجاج بنيه تبلتهم بشوية زبادي وزعتر ومالح وفلفل كده سريع سريع وبشوية زيت زتون هبدأ احمرهم زي ما انتم شايفين وهنتظر حتى يتحمروا من الوجه الاول وهبدأ قلبوا مع الوجه التاني سريعا الاسوء حاجة بقى في الموضوع ده ان بتنتظر تخلصي حاجة عشان تعملي الصنف اللي بعده وهكذا وهو استخان الصغير ده اللي بيشتغل بالكهرباء بيفصل كل شوية عشان يعيد تسخين مرة تانية فزل بمعنى كلمة زل صراحة واصلا المطبخ الدور الطابق التاني اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو مكانه اللي هو البنتري او غرفة الغسيل اللي فيها الغسلات والمكوى والسطور والحاجات دي فسويت الدجاج وضفت لها كده شوية مية وستبتها غطتها واستوت وطلعتها هي وهنا بقى حطيت مكان الدجاج على بطول لان احنا عندنا ازمة في الصحون وفي الغسل فهنشتغل باقل القليل حطيت بقى الحلة مكان الدجاج ونزلت عليها البصل ونزلت عليها الطماطم كانت مضروبة في الخلاط ومخزنها في الفريزر ونزلت عليها بحب الطماطم فريش والبطاطس التعطاشة رايح ونزلت بيها عليها مباشرة وهضيف كل كمية البطاطس واخليها تاخد غلوتين كده وزودها شوية مية وتستوي وقبل بقى ما تستوي بخمس دقائق كده هضيف عليها الفلفل الحار وفلفل رومي آآ مقطعاش رايح صراحة يا جماعة والله الله يكون فعون الناس اللي بتاكل على طول من المطاعم صراحة يعني انا تعبت يوم كنتاكي يوم بيتزا آآ سمك مشوي دجاج مشوي سمك مشوي لحد ما كرهت الدجاج المشوي السمك المشوي وخلاص يعني الواحد عايز حلة محشي سخنة آآ عايز آآ صانية ماكرونا بشاملي عايز آآ حاجة كده طبعا كل الناس اللي بتتكلم على الفيديوهات الفيديوهات اللي انا بنزلها يوميا دي متصورها من زمان يعني فيه فيديوهات متصورة من اربعة وخمس وستة شهور قبل كده وكلها متحملة على القناة مجرد بعمل لها آآ فيه احيانا حاجات بتبقى عندي على برنامج المونتاج بركب عليها الصوت وبحملها وفيه حاجات كتيرة متحملة وعملها برايفت خاص مجرد بس ان انا بفتحها وبزبط اعدادات الفيديو وبنزلها ده كان روتيني النهاردة بعد 15 يوم من اكل المطاعم عملت للولاد شوية رز كده بحريب جز الهند وشوية صنية البطاطس السريعة ومعها الدجاج البني ده كان طعمه تخفى والبطاطس كانت تخفى والرز كانت تخفى الاكل البيتي لا يعلى عليه ده قولي ده هوا حلوة ربنا يسهل كده ونلحق قبل رمضان لان شكل رمضان هيجي علي اول اسبوع وانا بهذا الحالة هطبخ على السخان لايك وشير السلام عليكم